قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصمد دائما يضفي عليك وقارا بخلاف كثرة الكلام قد قالت العرب ما كثر كلامه كثر سقطه أيضا الحياء إن من الحياء ما يحمل صاحبه صاحبه على الوقار وأيضا الصدق وتعظيم الحرمات هذا كله مما يورث الإنسان الوقار وبالنسبة للنظر في أحوال الأنبياء والمرسلين فإبراهيم عليه السلام كان وقورا ولذلك أول الناس قص شاربه وقلم أظفاره واستحدى وأول من اختتن وأول الناس رأى الشيبة فقال يا ربي ما هذا قال الوقار قال ربي زدني وقالا ولذلك سأل الله تعالى الزيادة في الوقار فانظر إلى سيرة إبراهيم وحياة إبراهيم يتأملها الإنسان في كتاب الله يجد عليه وقارا عظيما كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان متصفا بالوقار وكان مثالا حيا صلى الله عليه وسلم للوقار كذلك أصحابه الكرام رضي الله عنه فأبو بكر الصديق موصوفا بالوقار حتى قال عمر كان أبو بكر يوم السقيفة أحلم مني وأوقر ولذلك كان أبو بكر مشهورا بمثل هذا الأمر ولذلك يعني الوقار دين وعبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول العلماء إلزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار وكان بعض الأدبة يقول أعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو نعمة تذكرها وهكذا كان العلماء يمتدحون الوقار ويذمون الطيشة والعجلة أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال ونفقنا وإياكم لكل خلق حسن وأن نزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم منفق الشيخ وأحسن الله إليكم نذكروا مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك يتصرت منفق الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا أحد طرق الباب وأريد يقول أن أفتح الباب ولا أرد على الطارق يقول لا أريد أن أفتح الباب ولا أرد على الطارق خاصة يقول أني أراه بالكاميرات هل علي شيء؟ الحمد لله ليس عليك شيء إذا كنت لا ترغب في زيارة هذا الشخص الذي قد يكون من الثقلاء أو من الطفيليين أو جاء في وقت لا يناسب الزيارة فيه أو شيء من هذا القبيل ولذلك الله جل وعلا قال وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعه وأزكى لكم فيجوز الإنسان أن يقول لمن طرق الباب أنا لا أستطيع أنني أستقبلك في هذا الوقت مثلا لكن عموما بالنسبة لك إذا رأيت صورته في الكاميرا كاميرا البيت وما حبيت تفتح له لا أحرج عليك في ذلك ما دام أنك لا ترغب في زيارتي سيكا الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم معنى عبدالله تفضلي براما عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله بالخير فضيلتك عسيكم الله عندي كم منزال أنا زوجي متورسي من ستة أيام أنا عارفة أن الشيخ أنا فهمة أنه وش يعني يوم العدة الحرمة لكن أبا أسأل شياء شيخ فضيلتك أنا عندي موعد مالسنان عند حرمة دكتورة هل أنا أسير لكن أنا ما دادر أغير شيء إلا أسألك يا فضيلت منزال الحين الفكس هذا الفكس شيخ مثل الزكام يعني قدر أسوي يقولوا والله الزعفران ممنوع ما زيد فيعني هذا مثل أنا بتصل بالدكان فضيلتك بشيء ولا شيء هل هذا في حرج مثل حمياني عازوني بتي لفون هل أنا يعني في شيء يعني إن شاء الله إيه بس هذا و فيعني هذا مثل أنا أحتاج شيء أقفل بالدكان أحتاج هذا شيء أحتاج هذا هل في مانع هل يعني هذا حرام أو شيء يعني إن شاء الله إذا شاء الله خيرم عبدالله تسمعي شاء الله الجابة حية شاء الله جيب يا فضي شيخ سالم عبدالله تقول توفي يا زوجي منذ خمس من ستة أيام فتقول فضي شيخ أنا الآن في العدة وعندي موعد عند الطبيبة طبيبة الأسنان هل علي شيء إذا ذهبت أيضا تقول بالنسبة لل الفيكسل الزكامس تعمله الزعفران في الطعام ما حكمه للمعتدة إذا اتصلت بالدكان أو البقالة أو السوبرماركت هل علي شيء أيضا إذا جاءني الرجال يعزوني كأخوة زوجي هل علي شيء الحمد للأولا حسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وأسر الله تعالى جاء له في جنات النعيم وأن يعوضك خيرا الأمر الثاني أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء خلال مدة الحداد ومدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام تجتنب خلالها لبس الذهب والطيب وضع الطيب وكذلك لبس الثياب الجميلة وأيضا الكحل تجتنب ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة فبالنسبة لذهابك إلى طبيبة الأسنان أو طبيب الأسنان إذا كان موعدا مسبقا وأنت محتاج إليه لا حرج تذهبين إلى طبيبة الأسنان أو إلى طبيب الأسنان وبشرط أن تلتزمي حجابك وبقية الأشياء التي ذكرناها قبل أقل لا تلبسين الذهب ولا تضعين طيبا ولا كحلا الأمر الآخر إذا لم يكن عندك أحد من الأولاد في البيت لا حرج أنك تتصلين على المتجر اللي تقولين عنه سبول ماركت المتجر تتصلين عليه وتطلبين منها الأغراض تطلبين منها الأغراض أيضا يجوز لك استقبال اتصالات المعزين ولو كانوا من غير محارمك مثلا أخوان الزوج مثلا عم الزوج خال الزوج مثلا يتصلون بك يجوز ترفعين السماعة تردين عليهم التعزية إذا عزوك في هذا أو أي شيء تحتاجين من الضروريات مثلا ذهب المستشفى المحكمة إذا طلبوك مثلا علشان توقعين الأوراق مثلا أو شيء من هذا القبيل هذا كله جائز ولله الحمد والمنه ساكل أخير تنصيخ وأحسن الله إليكم نعود لرسالة نصية القصيرة يقول ما حكم التسويق والترويج في العمل الدعائي يقول هناك الكثير من الأمور التي تبتعد عن الوقارة والسكينة مثلا يقول أقامة الحفلات والاستجابة لدعوات الشركات الكبيرة وقد تكون فيها حفلات صاخبة فيقول كيف يتم التوفيق بين الأمرين الحمد لله بالنسبة للوقار أنا ذكرت خلال الحلقات الماضية وفي هذا اليوم الوقار خلق عظيم كان عليه الأنبياء والمرسلين وعليه الأولياء والصالحين ومن ذلك الحلم والآنات والتؤدة وترك الجهل والطيش والحمق والابتعاد عن كل ما يشوه صورة الإنسان في تعاملاته مع الآخرين ولذلك لا يمكن ضبط مسألة عدم الوقار من خلال مثلا ممارسات معينة مثلا هذا يرجع إلى ما يحصل للإنسان من خلال هذه الممارسات هل ينزع منه ثوب الوقار إذن هو تخلى عن هذا الخلق أم أنه مارس شيء مشروعه طبيعي وعادي وبقيت حشمته وبقيت قيمته هذا أيضا يرجع إلى الحالة نعم ذاك الأخير فنصيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة تقول ما حكم ذهاب المطلقة لمنزل أهل طليقها دون مناسبة وعلى فترات وهي متبار رجال العلم أن المنزل يوجد به رجال من أهل الزوج الحمد لله لا يجوز سواء كان إلى بيت أهل طليقها أو إلى بيت أختها أو إلى بيت أحدا من أقاربها فلماذا يعني عينت وخصصت بيت طليقها حموما حتى لو كان بيت أختها وفيه رجال أجانب وتتبرج أمامهم فالعبرة ليست بالمحل العبرة بالحال والتي تكون عليها المرأة فلا يجوز لها أن تتبرج أمام الرجال في بيتها وفي خارج بيتها سعر الله خير وإحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي تسارت أيضاً يسهل عبر الرسالة النصية للقصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندي خادمة ويقول هربت الخادمة من المنزل لكن يقول عندي مبلغ من المال لهذه الخادمة فيقول فرص شيخ هل علي شيء إذا أخذت هذا المبلغ أو يقول ماذا أفعل به لا تصدق به أو أستعمله الحمد لله بالنسبة لهروب الخادمة لا بد من معرفة السبب فإذا كان السبب من قبل أهل البيت مثلاً فإن هذا المبلغ لها تستحقه كاملاً وأما إذا كان الهروب من قبلها هي كما يحصل عند بعض الخادمات هدان الله وإيهن وذلك بالعبث في العمل في البيوت تمكث شهر شهرين ثم تهرب وهكذا تتنقل بين البيوت فهذه هي التي قد أخلت بالعقد أخلت بالعقد ولذلك ليس لها حق في هذا ولا تحكم لنفسك ولا تقضي لنفسك وإنما تدخل يعني من تعتقد بأنه له لديه لديه معرفة تامة بمثل هذه الأحوال حتى ينظر في في المبلغ الذي عندك فإما أن تسلمه إلى يعني الجهة الرسمية المكتب الذي أتى أتى بها أو مثلا تحفظه حتى تظهر أو تتصدق به مثلا لكن هذا لا هو ليس جواب لك وإنما هذا تفصيل لما قد يحصل إذا استشرت أحدا من أهل العلم من يطلع على على موضوعه إذا كان الخير فضل شيخ معناه قاسم فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله قاسم فضل عند السؤال فضلت الشيخ السؤال الأول إذا تم سهو خلال قراءة الفاتحة هل يعيد أثناء الصلاة لما لازم يعيد الصلاة من أول وجديد السؤال الثاني معنى قل هو الله أحد أحد معنى كلمة أحد أو وصف أحد وصف أحد وهل الآية التالية لها علاقة بالوصف ألم ترى أن الله يعلم ما في سمواته ما في الأرض وما يكون من نجوة ثلاثة إلا وهو رابعهم إلى كمالة الآية شكرا سأك الله خير أخ قاسم تسمع شاء الله رد تحييك الله نعم 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 جب أفضل الشيخ السؤال أخ قاسم يقول إذا حصل يقول حصل منه سهو في الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة هل يعيد الفاتحة أو يعيد الصلاة كاملة الحمد لله بالنسبة لمن سهى في الفاتحة وأخطأ فيها بترك آية أو بالإخلال بقراءة بحيث أصبح اللحن جليا فإنه يرجع ويعيد قراءة الفاتحة إما من الخطأ من بداية الخطأ وإما من أول السورة ولا يعيد الركعة إلا إذا فاتته الركعة بحيث دخل في ركعة ثانية وإذا فتذكر بأنه قد أخلى به الفاتحة في مثل هذه الحالة نعم تسقط الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى زكرة الخير فالصيخ يظن السلام المعنى يقول ما معنى أحد الحمد لله الأحد معناها الواحد بمعنى أن الله تعالى واحد لا شريك له في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى ولذلك من أسماء الله تعالى الأحد ويجوز التعبد بهذا الإسم يقال عبد الأحد عبد الأحد ولذلك لا إله إلا الله هي معنى هذا الإسم يعني لا معبود حق إلا الله فالله جل وعلا واحد في ذاته لا مثيل له ولا نظير ولا كفء كذلك واحد في أسمائه وواحد في صفاته قال جل وعلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير ذلك الخير فالصيخ يسأل عن التفسير أيضا ومعنى آية لم ترى أن الله أعلى ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعه الحمد لله بالنسبة لهذه الآية فيها إثبات المعية لله عز وجل فالله جل وعلا من صفاته المعية فهو مع عموم خلقه بعلمه وسمعه وبصره وهناك معية خاصة وهي لأنبيائه ورسله ولأوليائه ولذلك الله جل وعلا لا تخفى عليه من خلقه خافي فهو معهم معهم بعلمه مع استوائه على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته لكنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ويرى جميع خلقه ولذلك يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة البلساء في الليلة الظلماء بل يرى عروق تلك البعوضة الحقيرة الصغيرة التي بل يرى عروق الذرة الصغيرة الحقيرة التي قد لا ترى بالعين المجرد إلا بمشقة وهذا المعية العامة فلا يخفى عليه من عباده خافي أما المعية الخاصة فكما ذكرت معيته لأنبيائه ورسله وأوليائه قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى وقال الله جل وعلا في قصة الغار لما قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدا نظر إلى أقدامنا لرآنا قال الله جل وعلا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فهذه سمى المعية الخاصة لكن المعية العامة والمعية الخاصة معية العلم والسمع والبصر والمعية الخاصة فيها النصر والتأييد النصر والتأييد والله جل وعلا مستوى على عرش بائن من خلقه فوق سماواته جل وعلا سأكد الله خير أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 560551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صلت ونفض الشيخ أيضا يقول هل يجوز تقديم زكاة المال قبل شهر من موعدها لمتضرري سوريا وتركيا هل هم استحاقين للزكاة الحمد لله سبق لي جواب في وسيلة أخرى وبينت بأن الحالة الموجود الآن للزلازل في تركيا وسوريا تستدعي العون والمساعدة ومن ذلك ما يتعلق بالزكاة لأننا إذا تأملنا في أحوالهم فهم لا يخرجون الآن عن كون فقر أو مساكين أو غارمين أو قد انقطعت بهم السبل ومنهم من يجمع الأشياء هذه كلها ولذلك لا حرج مع جواز تقديم الزكاة لوجود حاجة مثل هذه الحاجة زكاة الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا تم لمس العورة الخطأ أقول بعد الاستحمام هل هذا ناقض من نواقض الوضوء الحمد لله هذه مسألة خلافية في الواقع ولذلك ما يتعلق بمسألة لمس العورة فمن أهل العلم يذهب إلى أنه ناقض مطلقا ومن أهل العلم يذهب إلى أنه غير ناقض مطلقا والسبب في ذلك حديثين الأول حديث بسرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضع وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك وهناك قول ثالث فصل وجمع بين الحديثين فذهب إلى أن من مس ذكره بقصد الشهوة فإنه يتوضع وأما من مس فرجه خطأ أو لحاجة أو ضرورة كخات أو طبيب مثلا أو قابلة قالوا بأن هذا لا ينتقض به الوضوء الاحتياط أن يتوضع لكن لو عمل بأحد القولين اللي يفرقان لا بأس بذلك شكرا الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6-6-8-8 يقول فضل الشيخ إذا أطس غير المسلم هل يقول يرحمك الله الحمد لله نص العلماء على أن غير المسلم إذا أطس وحمد الله يقال له يهديكم الله أما إذا لم يحمد الله فلا يقال له شيء حتى ولو كان مسلما لأن شرط التشميت شرط التشميت حمد العاطس الله عز وجل ولذلك قال إذا أطس فحمد الله فشمته فلو أطس مسلم فلو أطس مسلم ولم يحمد الله لا تشمته ولو أطس كافر وحمد الله تقول له يهديكم الله زاك خير أحسن الله إليكم أيضا يسهل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فالشيخ هل أجر العودة من المسجد إلى المنزل كأجر الذهاب إلى المسجد الحمد لله من أهل العلم من ذهب إلى أن العودة من المسجد لا تأخذ الأجر الذي الذي لمن ذهب إلى المسجد ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العودة كذلك هي من جملة الوسائل الزائدة قال فاحكم بهذا الحكم للزوائدي وروا في هذا حديث في السنن أن له أيضا الأجر العودة عودة نعم زاكرا الخير فنطفيق وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نزيل نشكركم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا التقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال باس الخليفة من الأخراج سلطان القطامي تقبلوا تحيات محدثكم أسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله